ومن بيروت ينضم إلينا علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية اللبناني سيد علي بداية الرسائل المتبادلة ما بين الرسائل السياسية والشعبية المتبادلة التي يمكن قراءتها من مشهد الاحتفال بذكرى الاستقلال اللبناني اليوم داية مساء الخير لك ولمشاهدي الغد لا شك المشهد يعبر عن نفسه ويتكلم ويتحدث بلغة فصيحة نحن أمام مشهدين مشهد رسمي يمكن وصفه بالبائس وبائس سياسيا بائس في الشكل بائس أيضا بهذه النظرات بين أطراف السلطة التي فيها ارتياب فيما بينهم والتي تعكس أزمة ما زالت تتعمق داخل السلطة بالجانب الآخر هناك مشهد فرح مشهد الاستقلال الحقيقي الذي عبر عنه المنتفضون في تدفقهم الاستثناء إلى ساحة الشهداء وهي التي ترمز إلى الاستقلال كان اللبنانيون كان الشعب في مكان وكانت السلطة في مكان آخر بهذا المعنى الانتفاضة توجه رسالتها إلى اللبنانيين وإلى كل العالم أن الاستقلال الحقيقي وأن لبنان الحقيقي موجود هنا فيما اللبنان الذي سيلفظه التاريخ موجود في مكان آخر كان يعبر عنه هذا الاحتفال البائس في الاسترار الرسمي اليوم هو أول ظهور لكبار السلطة اللبنانيين معا منذ بدء الاحتجاجات بالإضافة إلى محدودية العرض وقراءة لوجوه هؤلاء السياسيين مراقبون لاحظوا أن الجدية ربما كانت تبدو على وجه سعد الحريري بينما ميشيل عون الرئيس اللبناني وبقية السلطة كانوا أكثر أريحية كيف تقرأ أنت المشهد؟ يعني بطبيعة الحال لا شك أنه من الناحية السياسية إذا داخلنا في زواريب وفي أزقة السلطة نلاحظ بطبيعة الحال أن هناك اقتراب أو تحالف أقرب إلى تحالف بين الجنرال بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الذي يعني بلدى حد كبير يتبع حزب الله وبالتالي في المقابل الرئيس الحريري استمر منذ أن استقال من رئاسة الحكومة يميز نفسه عن هذه السلطة باعتباره يعتبر نفسه أنه استجاب للمحتجين وقدم استقالته وبالتالي هو يقف إلى صف الشعب إذا صح التعبير بمعزل إن كان المنطفضون يتقبلون هذا الوقوف أو لا يتقبلون لكن بالتأكيد رئيس السعد الحريري في مطالبه عندما يطرح اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة يقدم مطالب الانتفاضة التي تتمثل بمسألة أن يكون هناك حكومة من التكنقراط أو المستقلين وهناك جدل حول لا نريد أن ندخل فيه في هذه المسألة في مقابل الموقف الآخر الذي يعبر عنه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وعلى رأسهم حزب الله بأنه لا حكومة تكنقراط ولا حكومة مستقلين إنما حكومة سياسية مطاعمة بتكنقراط بهذا المعنى إذا أردنا أن نفسر في الشكل يعني شكل الرئيس الحريري أو تعبيراته في وجهه وبين الآخرين فيمكن أن نحيلها إلى هذا التوصيف السياسي الذي أشرنا إليه وإلى هذا الاختلاف لكن في المحصلة أعتقد أن الأزمة والمأزق مازال يتعمق أكثر فأكثر داخل السلطة التي تبدو إلى الحد العاجزة عن التصرف كمجموعة في الوقت الذي يعتبر كل شخصية منهم أنه إله في موقعه شكرا جزيرا لك سيد علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية لبناني كنت معنا من بيروت شكرا جزيرا لك